الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أبناء أنا وبناتنا طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من مدرستكم مدرسة على الهواء ويسعدنا أن نتناول فيها بالشرح والتحليل موضوعا من موضوعات القواعد النحوية بعنوان أفعال المقاربة والرجاء والشروع أبناء أنا في الحلقة الماضية درسنا موضوع كان وأخواتها بأنواعها وعرفنا متى تكون كان وأخواتها ناقصة ومتى تكون تامة وشرحنا ذلك بالتفصيل واليوم واستكمالا لهذا الموضوع نتناول درسا يتعلق من قريب أو من بعيد بهذا الموضوع كما سنعرف بالتفصيل وهو أفعال المقاربة والرجاء والشروع وكما تعودنا أبناءنا الأعزاء سويا في الدروس القواعد النحوية أننا لا نقول قاعدة مباشرة ولكن من خلال الأمثلة نستنتج القواعدة حتى نفهم ولا نحفظ لأن القواعد النحوية لا بد أن تفهم إذا حفظتها لن تجيب لأن الأسئلة في الاختبار تأتي من خلال تطبيقات نحوية على القواعد من خلال القطع التي أمامك أو أي سؤال بأي صيغة من الصيغ لذلك لا بد أن تكون ملما وفهما للقاعدة بشكل تام ولست حافظا للقاعدة ننظر إلى الأمثلة ثم نستنتج القاعدة ونناقش القاعدة ونطبق بشكل عملي عما فهمناه واستنتجنا بداية سنقول المثال ونشرحه ونحلله ونأخذ جزءا جزءا من القاعدة وبانتهاء الأمثلة نقود قد انتهينا من استنتاج القاعدة التي حول هذا الموضوع انظر معي إلى الأمثلة التي أمامنا المثال أول يقول كاد المسافرون يعودون لأوطانهم سأضع خطا تحت كلمة كاد أو الفعل كاد وخطا تحت كلمة يعودون إلى أوطانهم وخطا تحت المسافرون ما معنى هذا المثال؟ كاد المسافرون يعودون لأوطانهم لأنك ربما تسأل في النصوص الشعرية ما الجمال في كلمة كاد ربما يأتي مثال بيتا شعريا أو جملة نثرية بها كاد ويقول لك ما الجمال في هذا المثال تقول اقترب يبقى كاد هنا اقترب ولم يبدأ كاد أي اقترب طيب كرب الظلام يذول هل في هذا المثال كاد المسافرون يعودون لأوطانهم هل عادوا بالفعل؟ بالطبع لا ولكنهم اقتربوا أو قربوا انظر هنا هذا الفعل يدل على حدث لم يحدث بعد ولكنه على مقربة من أن يحدث وبعده اسم وبعده فعل كما في المثال الأول انظر إلى المثال الثالث أوشكت الضائقة أن تزول أوشكت ستجد أن أوشكت تساوي في المعنى كاد وقرب ومعنى أن الضائقة في هذا المثال قاد أوشكت الضائقة أن تزول على وشك أن تزول قربت من النهاية لكنها لم تنتهي لا زالت قائمة لكنها على وشك أن تنتهي نستنتج من هذا أن الأفعال كاد كرب عسى كل هذه الأفعال تسمى أفعال أفعال إيه؟ المقاربة أي أن الفعل أو أن الحدث اقترب من الحدوث ولكنه لم يحدث بعد مثل مثله حارية إخلولق يعني أنظر عسى عسى الحق أن يظهر هذا الفعل هل يدل على قرب حدوث الحدث مثل كاد وقرب أو شك أم هنا بقى تمنى بقى ترجى يبقى هذا الفعل يدل على الرجاء ولماذا طالما أن كاد وقرب أو شك يدل على اقتراب أو مقاربة أو قرب حدوث الفعل وعسى يدل على رجاء حدوث الفعل لماذا درستهم سوياً أو جمانهم في قاعدة نوحية سوياً؟ لأن هذه الأفعال تعمل من خلال العمل للنحو ترفع الإسم الذي يليها يكون إسمها وتنصب الخبر الذي يليها والخبر يكون نوع واحد وهو جملة زي ما حنقوله بتفصيل على غير مكان عندنا في كانة وأخوتها أن قصة بالتحديد يكون مفرد وجملة وشبه جملة هنا واحد بس من الثلاث أنواع أو قسم من النوع الثالث من الخبر كانة وأخوتها الناسغة وهو الخبر شبه جملة طيب إخ لو لقى مشروع قناة السويس أن يفتتح مثال عملي هل مشروع قناة السويس نحن النهاردة في أول سبعة هل يفتتح المشروع ولا لسه في تهر تمانية؟ يعني خلاص فاضل أيام قليلة ويفتتح هذا المشروع يبقى هذه الأفعال تدل على الاقتراب وليس البد طيب انظر آدي الإسم وآدي الخبر ذلك ما سنقوله بالتفصيل فيما بعد مثال كمان انظر معي إلى المثال التالي وهو شرع الفريقان يتنافسان أن الفعل لم يحدث أو لم يبدأ ولكنه على وشك الحدوث قربا يعني خلاص مدفع الإفطار ينطلق في الساعة السابعة والساعة الآن السابعة إلا عشر دقائق نقول قربا لكنه لم يبدأ بعد لكن الآن في هذا المثال نقول شرع الفريقان يتنافسان بدأ بالفعل انطلق مدفع الإفطار يبقى خلاص الفعل بدأ يحدث أما أقول شرع الفريقان يتنافسان أي أن الحكم أطلق صفرة البداية وبدأت المباراة أما في الأفعال السابقة لم تكن قد بدأت ولكنها اقتربت من البداية أما هنا شرع الفريقان يتنافسان وانظر القاسم المشترك هنا قاسم مشترك بين الأمثلة السابقة أفعال المقاربة وأفعال الشروع من أولها أو من أشهر أفعال الشروع شرع شرع بكل أفعال الشروع بمعنى بدأة معنى بكلنا عارفين أن بدأت تدل على بداية الفعل أما باقي أفعال الشروع شرع وأنشاء وأخذ وهب وطفق كل دي تساوي بدأة في المعنى انظر ما بعدها سنجد الفريقان اسم مرفوع وحنعرف بعد كده موقعه الأرابي إيه من خلال شرع عادي بتعمل فيه إيه في الجملة دي وبعدها فعل مضارع هيكون موقعه أيضا إيه مثلها أنشاء الرخاء يتحقق أنشاء الرخاء يتحقق أنشاء هنا أنا هقول مثالين وإنت تعرف إيه الفرق بين المثال اللي مكتوب عندك ده كفعل من أفعال الشروع والمعنى الآخر أما أقول المثال الأول أنشاء أو أنشاء الرخاء يتحقق بمعنى إيه بدأ الرخاء يتحقق لكن المثال الثاني لو قلت أنشاء الرجل البناء أنشاء الرجل البناء هل أنشاء الثانية في المثال الثاني أنشاء الرجل البناء بمعنى بدأ الرجل البناء أم شيدة طب نكتب المثالين ونشرحهم بالتفصيل لما نقول أنشاء أنشاء الرجل طب نبص بس فيه مثال هنا مهم قوي أخذ عشان نقول لأتنين مع بعض أخذ الطالب يفهم الدرس وأخذ الطالب الحقيبة ما الفرق بين المثالين هنقوله من خلال هذا الفرق أو الشرح بيننا مثلا أنشاء الرجل يبدأ عمله مثال واضح قوي وبسيط أنشاء الرجل يبدأ عمله أنا أصدرت أن أكتب كلمة يبدأ عشان تفهمك أن كلمة أنشاء هنا بمعنى زي ما أنا قلت كلهم بمعنى بدأ يبقى أنشاء الرجل يبدأ عمله أي بدأ الرجل في بداية العمل لكن هنا بقى ما أقول أنشاء الرجل المنزل ما معنى أنشاء هنا وما معنى أنشاء هنا وبناء على هذا المعنى سنجد نوع الاسم اللي بعدها ده أعربه إيه واللي بعدها ده أعربه إيه أنشاء هنا فعلي من أفعال الشروع بمعنى بدأ بمعنى ده بمعنى بدأ بدأ تمام؟ بدأ لكن لو قلت أنا أنشاء الرجل المسجد بمعنى بدأ لا بمعنى شيدا بمعنى بنى المنزل طيب مثال آخر يوضح الفرق بين أخذ التي تدل على الشروع وأخذ التي بمعنى آخر وكيف تؤثر على المعنى؟ طب أنا أنت ليه تعرف إذا كنت أخذها تدل على الشروع ولا تدل لها معنى آخر لأن من خلال هذا المعنى سيترتب إعراب ما بعدها وما بعد بعدها يعني الفعلين أو الاسم والفعل اللي بعدها انظر إلى هذا المثال لو قلنا أخذ أخذ محمد يذاكر أخذ محمد يذاكر لو قلت ما معنى أخذ هنا؟ المثال ده معنى إيه؟ انت تستنتي كده كلمة أخذ هنا بمعنى إيه؟ زي ما أنا قلنا من شوية أخذ محمد يذاكر لا ما ينفعش أن محمد أخذ بمعنى الأغذ اللي احنا عارفينه لأن يذاكر دي ما تتخذش ده شيء معنوي طيب يأكدها المثال التاني أخذ محمد نفسه الكتابة أو الورقة أو أي شيء انظر إلى المعنى أخذ هنا بمعنى إيه؟ والثانية بمعنى إيه؟ أخذ بمعنى بدأ أو شرعة أنا أكتب شرعة شرعة محمد يذاكر تمام فعلي من أفعال الشروع لكن الثانية أخذ بمعنى تناولا بمعنى تناولا وعلى هذا الأساس انظر أخذ الأولى من أفعال الشروع بمعنى شرعة أو بدأ أو أنشأ أو طفقة يعني ممكن أن نشيل أخذة دي وأقول شرعة تمشي شرعة محمد يذاكر صحيحة طفقة محمد يذاكر صحيحة أنشأ محمد يذاكر صحيحة لو لقى محمد يذاكر كلها صواب لكن هنا نحذف أخذة ونحط مكانها واحدة من أفعال نقول أخذ محمد الورق نقول شرعة محمد الورق لا المعنى خطأ تماما بدأ محمد الورق ما تمشيش يبقى على هذا الأساس أخذ التي تدل على الشروع تدل على بداية حدوث الفعل وبمعنى بدأ ويصح أن نحذفها وأن نضع مكانها أو بدلا منها أي فعل من أفعال الشروع التي نعرفها أخذ بدأ طفقة كلها أما إذا لم تكن بهذا المعنى وكانت بمعنى تناولا أو أي معنى آخر فإنها لا تكون من أفعال الشروع طب واللي أكد ده كلام في المعنى بقى لأنا قلت ده من خلال المعنى الفرق من خلال المعنى طب اللي أكد لي بقى من خلال النحو أنظر أخذ التي بمعنى شرع ما بعدها محمد اسمها اسم أخذها إحنا قلنا أنها تعمل عمل كان الناسخة وكان الناسخة الناقصة والتي تعمل ماذا ماذا تعمل كان الناقصة الدرس اللي ماضي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخها تغير المعنى وترفع اسمها اللي هو المبتدأ في الأساس ترفع المبتدأ ويسمى اسمها اسم كانة وتنصب الخبر ويسمى خبر كانة ده عن كانة الناقصة أو الناسخة وبذكركم أنه نقصة لأنها لا يتم المعنى إلا من خلال الاسم المنصوب الذي يتم من المعنى هكذا شرع أو أفعال الرجاء والمقربة الشرع كلها لا يتم معناها إلا من خلال خبر فبتعمل إباءة واحد بترفع الاسم اللي موجود عندي ويسمى اسمها وتنصب الخبر بس الخبر هنا مختلف عن كانة وأخوتها الناقصة في أن الخبر يكون حالة واحدة فقط وهو جملة وهو جملة فعلية وفعلها مضارع زي ما حنقول في قاعدة بالتفصيل يبقى محمد اسم أخذ مرفوع علامة رفع الضمة أخذ محمده ويذاكر حنعرفه عرب عادي خالص يذاكر حنقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة والفاعل أي فاعل لابد أن يكون له فاعل أي فاعل سواء اسم ظاهر أو ده حالة الفاعل اللي قدامك بقى يبقى انت بدأت الجملة عندك بفاعل يبقى الفاعل لابد أن يكون له فاعل سواء كان بقى اسم ظاهر أو اسم ظاهر زي يذاكر محمد الدرس أو ضمير متصل بارز أو ضمير مستتر زي المثال اللي عندنا بقى يبقى يذاكر فعل مضارع مرفوع بالضفمة أو علامة رفع الضمة لأنه لم يسبقه نصب ولا جازم والفاعل ضمير مستتر تقديره نشوف بقى ضمير يعود على محمد يبقى هو ضمير مستتر تقدير هو أصبع عندي فاعل وفاعل يذاكر هو جملة فاعلية مقوانة من فاعل وفاعل هذه الجملة الفاعلية تكون في محل نصب خبر لإيه بقى لأخذا لأخذا أولتين سريعا على أساس سنعرف المسألة تحت ونشوف الفرق بين أخذا الناقصة أو أخذا بمعنى الشروع وأخذا بمعنتين فاعل ماضي ناسخ محمد اسمها يذاكر فاعل مطارة مرفوعة لاتنطرفها الضمة والفاعل ضمنه مستتر تقديره هو والجملة الفاعلية المقوانة من الفاعل في محل في محل ما تصوروش من كلمة في محل دي بقى لأن إحنا قلناها في لما كنا بنشرح خبر كانة وأخواتها قلنا إن خبرها مفرد وجملة وشبه جملة المفرد بيكون منصوب أما بقرة تاني المفرد بيكون منصوب أما الجملة وشبه جملة في محل نصب في محل نصب طبع هنا خبر جملة فاعلية يبقى أقول خبر أخذ في محل نصب طب طالب لما حيقول لي يعني معنى كده إن في خبر أخذ أو خبر أفعال الرجاء والمقربة والشروع ما حقولش منصوب بالضبط أقول لك شكرا ما فيش منصوب لسبب واحد بس منطقي لأننا ما عندناش على خبر جملة وجملة فاعلية لا في مفرد ولا جملة اسمية ولا شبه جملة عندي فاعلية فقط والفاعلية كامل اسمية هناك يكون في محل نصب طيب أنظر إلى المثال الثاني بقى على أساس تشوف الفرق بين أخذة التي بمعنى شرعة وأخذة بمعنى تناولة أو بمعنى أي معنى أخر أخذ فاعل ماضي مبني على الفتح محمد كنا بنقول هنا اسم أخذة لكننا هنقول إيه نكتب لون مختلف عشان تكتبين لك التشكيل محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعية الضمة الظاهرة طب يعني معنى كده إن ما فيش اسم أخذة أقول لك ما فيش اسم أخذة لأن أخذة هنا هوت بمعنى تناولة ولا تدل على كونها من أفعال الشروع والورق هو تقول لي خبر أخذة أنا ما عنديش مبتدأ ودي أساسا ليست من أخوات كانة ولا تعمل عملها ولاست بمعنى شرعة يبقى الورق من اللي أخذ جملة اسمية أو جملة فعالية سهلة وبالصعدية خالص أخذ فعل ماضي أو تناول فعل ماضي أخذ معنى تناول محمد الفاعل الورقة مفعول به منصوب وعلام النصف الفتح من خلال المقارنة بين هذين المثالين يتضحوا أن أفعال المقاربة والشروع والرجاء لابد أن يليها اسم بمعنى يكون اسمها مرفوع ويليه خبر يتم المعنى يكون في محل نصب لماذا؟ ممتاز لأن الخبر عندي في حالة دي بيكون جملة فعلية فعلها مضارعة جملة فعلية فعلها مضارعة طيب داعا أخذ والفرق بينها وبين غيرها طيب مثال آخر بدأت هو بدأ ولا بدأت لا الاثنين صواب لأنصر بدأت طب ما فيه التاء والطالب سيقول لي التاء اللي دي ليه أنا مش هجاوب لك اللي هجاوب لك كلمة الحرية دي بص كلمة الحرية دي بقى تستنتج إيه هسيبك ثانية كده مع نفسك تفكر بقى بدأت الحرية طب هجب مثال تاني عشان يفهمها لك أكتر من نفسك أقول بدأ الرجل أن يذاكر بدأ الرجل أو الطالب أن يذاكر طيب أو يذاكر ونقول بدأت الطالبة تذاكر ما الفارق بينهما بدأ وبدأت تقول لي أن لحد التاء الفاعل أنا غلط ممتاز تقول لي إبقى اسم أخذ أو اسم بدأ يبقى إذا كان ممكن نضيف تاء التأنيث على الفاعل يعني نقول إبقى مثلا بدأ الرجل يجري أو بدأت الطالبة تجري زيها كل الأفعال ممكن تذكر وممكن تؤنث من خلال تاء التأنيث على حسب الفاعل الذي يليها ولا اسمها اسمها ممتاز لأنها ما يكونش فاعل إحنا نتكلم على أفعال ناقصة يليها اسمها وخبرها الذي هو جملة فاعلية فاعلها مضارع طيب نكمل المثال دا ونشوف بها الأركان نحن قلناه بدأ فاعل ماضي والتاء تاء أو هتقول لي تاء الفاعل ما تنفعش الحالتين ما تنفعش تاء الفاعل لسببين السبب الأول أني سأقلوا من شوية أن اللي بعدها دي هي اسم بدأت أو اسم بدأ أو وأنه بدأ هنا هوت ناقصة وما إله لا يكون فاعل وإنما يكون اسمها يبقى الحرية دا الإسم وتعم بلادنا دا جملة فاعلية كلها على بعضها في محل ناصب الخبر زي ما حنقول طيب هبى من أفعال أيضا التي بمعنى هذا الأمر اللاشروح هبى يعني هبى يعني قام يعني بدأ يعني شرع يعني أخذ يعني أنشأ كلها بمعنى واحد هبى المصريون يحققون آمالهم بنؤكد ما قلناه نشرح هذا المثال يعني لو قلت هبى المصريون يحققون حلمهم هبى المصريون يحققون حلمهم انظر إلى هذا المثال والمثال الذي سأكتبه هبت ريح عاتية نقول عاتية أو شديدة طبعا ما تقوليش أن الفرق بين هبى هنا وهبى هنا أن دي فهى التاء ودي ما فهاش التاء التاء انظر المصريون مذكر ريح مؤنس يبقى من الفرق مش وتاء ما يبدأ أياً كده وما الفرق بقى في المعنى في المعنى أولاً ثم في القاعدة النحوية الثانية هبى المصريون يحققون آمالهم أعزف كلمة هبى دي وحطي لي مكان منها حاجة تانية ممكن تقول شرعة ممكن تقول بدأة ممكن تقول طافقة ممكن تقول أخذاء كلها دي بمعنى بدأ المصرون يعني معنى المثال لو قلت لك اشرح المثال أو اشرح البيت الشعري لو قالك زي ما أنا قلت لك النحا القاعدة دي هتوظف لخدمة النصوص الشعرية تقول لي إيه با تعبير جميل يدل على أن المصريين بالفعل بدأوا في تحقيق الأمال والأحلام لكن المثال الثاني بعيد تماماً في المعنى على هذا المثال هبت ريحهم بمعنى إيه بقى بمعنى عصفت طب ده من حيث المعنى من حيث الأعراب بقى خلاص من حيث الأعراب فهمناها هبى المصريون طالما هبى بمعنى شرعة يبقى المصريون اسم هبى مرفوع وعلامة رفيه هنا الواو لأنه جمع مذكر سالم ويليها مباشرة عشان تتأكد من كلامك أنا خافيها بأدية جملة فعلية فعلها مدارعة نشوفي كلام ده صحيحة ولا لا قدام حضرتك يحققون فعل مدارعة مرفوع علامة رفيه الواو غلط طب ما انت قلت من شوية مصر أن هنا لقى جمع علامة رفيه الواو طب ما هنا وو ونون هي وو ونون أقول لك لا ملحوظة نحوية ممتازة أن هنا ده جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجرب اليان أما هنا ده فعله مدارع وليس اسم وفعل مدارع تصل به واو الجماعة أو قال التسين أو هي المخطبة بنسميه إيبا فعلا من فعل الخمسة الذي يرفع بثوة النون واد النون هي ما قالوا واو الجماعة ده هتعرف إيه حتكون هي الفاعل حتكون هي الفاعل وحلمهم حلم مفعول به منصوب وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه أو مجدور بالإضافة والجملة دي كلها من أول يحققون حلمهم جملة بدأت بفعل بقى جملة فعلية والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب خبر إيه خبر هباء الذي هو من أفعال الشروع من أفعال الشروع طب كويس طب المثال الثاني اللي تحتها هبت ريح عاتية نشوف فين بقى اسمها وفين خبرها اخد بالك أنه ممكن خطأك عشان تكون مركز معي هبت ريح ده ريح ده هتعرفها فاعل ده جاءت انظر جاءت ريح جاءت ريح يبقى فاعل مرفوع على مطر بحية الضمة عاتية تنضي صفة طب والجملة خلصت والجملة تمة يبقى لا فيه اسم ولا فيه خبر وبالتالي هبه هنا ليست من أفعال الشروع ولكن فعل تام له معنى تاني خالص بمعنى عصفت يبقى فهمنا الفرق نعمل أدي أمثلة من الأفعال الناقصة زي أخذ وبدأ وهنا هبه وهبت لنؤكد على الفارق بين هذه الأفعال الناقصة ومتى تكون ناقصة وما يليها اسمها وخيلها خبرها الفعل مضارع ومتى تكون تامة أو ليست من هذه الأفعال طفقت دول طفقت وليس طفقت طفقت المعلمات تعلمنا الطالبات طفقت طفقت هنا بمعنى إيه؟ طفقت بمعنى بدأت شرعت هو الفعل في الأساس طفقة وما يتأذيت إيه؟ المعلمات مؤنة يبقى التأنيث الفعل في الأساس هو طفقة أقول لك طفق المعلمون طفق المعلمون يعلمون الطلاب طب لو كان المعلمون سيدات نقول إيه؟ نقول طفق المعلمات لا في نتأنيث نقول طفقت المعلمات تعلمنا الطالبات طيب يطار طفقت دي فعل تام ولا فعل ناقص يدل على الشروع وورا اسمه وورا خبر الذي هو جملة فعلية فعله مدارة أنا بقرر في الماء في الشيء اللي بأكد لي أو بوضح لي القاعدة اللي احنا لازم نعرفها في الأمثلة دي عشان لما نروح للقاعدة نلاقي نفسنا فاهمين القاعدة ومش حفظينها طيب طفقت المعلمات تعلمنا الطالبات أي بدأت لو قلت لك الشرح للجملة دي أو هابي ان ده بتشاره قدامك وقلت لك شرحه إيبا تقول يقول الشعر أو معنى الجملة أو معنى المثال بدأت بالفعل تقوله كده بدأت بالفعل المعلمات اسم طفقة مرفوة وعلامة رفعية الضمة تعلمنا الطالبات فعل مدارع ماله بقى مبني مرفوة منصوب مجزوم طبعا أنا أتقول لي مجرور لأن الأفعال لا تجر دين النسوة يبقى نحط على طول سكون الطالبات مفعول به منصوب وعلمة نصب القصر طب ودي كلها الجملة الفعلية في محل نصب أو أتنسى كلمة في محل نصب خبر طافقت يبقى على هذا الأساس طافقت دي من أفعال إيه الشروع بهذا نكون قد نتعين من الأمثلة ونلقص القاعدة قبل أن نقرأها بشكل منم كاده وأخواتها تعمل في البداية كاده وأخواتها تعمل عمل كان الناقصة لأن كان فيها تم وكان فيها ناقصة تعمل عمل الناقصة الطالب المنتزح يقول لي مش ممكن تعمل عمل التمى لأن التمى ما يكونش وراها أو لا يأتي بعدها لا يأتي باسم أيوة ولا خبر ولكن يأتي بعدها فاعل زي أشرقت الشمس وكانت ضياء بمعنى جاء وليست ناقصة المعروفة كان الله وفورا ورحيما يبقى تعمل عمل كاده وأخواتها تعمل عمل كان بشرط أن تكون بهذه المعاني الشروع والمقاربة والرجاء زي ما هنفض بتفسير دلوقتي وتقسيمتها وفي الحالة دي حيكون الإسم الذي يليها اسمها وما بعدها فعل مضارع أو وما بعدها جملة فعلية اللي هو بنخبرها بقى الجملة فعلية فعلها مضارع طيب نبص على القاعدة بقى بشكل مفصل تنقسم كاده وأخواتها نحس المعنى بقى إلى ثلاثة أقسام نحس معناها أفعال المقاربة زي كادة قربة أو شكة الثلاثة دول بمعنى إيه اقتربوا يعني الفعل لسه ما حصلش قربوا يحصلوا زي ما قلنا خلاص الدراسة بتبدأ في شهر سبتمبر في شهر تسعة وإحنا في آخر شهر تمانية فاضل أسبوع ولا أسبوعين قربنا لكن لسه ما بدأتناش يبقى دي أفعل المقاربة حتى من اسمها أفعل المقاربة يعني قربنا وبأكد ما بعدها يكون اسمها وخبرها جملة فعلية فعلها مضارع والمعنى أو الفعل لم يبدأ بعد الفعل على مقربة من البداية لكنه لم يبدأ طيب وهي تدل على قرب ونظر قرب وقوع الخبر اللي في الجملة يعني قرب وقوع الخبر اللي في الجملة يعني مول كاد الضيف أن يأتي كاد الضيف أن يأتي فين الخبر بقى هنا أو فين الفعل اللي اقترب حدوثه اتيان الضيف الضيف ما عاده عندي الساعة خمسة والساعة دلوقتي خمسة إلى عشرة خلاص أنا منتظر بقى لي ساعة لكن لسه ما جاش يبقى اقترب من المجيء لكنه لم يأتي بعد لسه ما جاش يبقى تدل على قرب وقوع الخبر اللي في الجملة ده كادت النتيجة أن تظهر طلاب الثاني والعمى متحنوا والنتيجة خلاص التصريح شغال والنتيجة خلاص بيجمعوا الدرجات ويرصدوا وحتظهر ان شاء الله قبل العيد أو بعد العيد بيوم أو اتنين لكن لسه ما ظهرتش يبقى اقتربت ولكن الخبر لسه ما حصلش اللي في الجملة طيب اتنين بقى افعال الرجاء يعني أنا بترجى شيء وفيه رجاء وفيه تمن عسى حرياء اخلى ولقى عسى حرياء اخلى ولقى طيب وتدلوا على الرجاء أنا بترجى ان يكون الخبر اللي عندي ده يحصل يقول عسى الله ان يرحمنا عسى الله يرحمنا ده أنا بترجى من ربنا ان يرحمنا عسى المعلم ان يشرح الدرس أنا بقول يا ريت المعلم يشرح الدرس دي الرجاء لكن في باب المناسبة فيه لايت لايت دوله على التمني قال لايت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب طيب الفرق بين الرجاء والتمني الرجاء ملحوظة بلاغية عشان تعرفها في البلاغة والنصوص كمان من منطلق النحو يبقى فيه ربط كده بين النحو والنصوص والبلاغة افعال الرجاء انت بتترجى فعلا ممكن يحدث افعال الرجاء بتترجى فعلا ممكن يحدث يعني قابل الحدوث اقول عسى الطالب ان يحقق النجاح او ان ينجح خلصا في جلسة ما ظهرتش ما عارش الطالب ناجح ولا رسب لكن ان شاء الله ممكن الطالب ينجح لكن ما قول افعال التمني وهي ليتا تحديدا تدل على فعل او على شيء لن يتحقق مفوش امل لسلك الشعر العربي البلغ قال ايه باء قال الا ليتا ما قالتش عسى ليتا الا ليتا الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب رجل عنده ثمانين تسعين سنة وعارف وخلاص ان هو وصل لمرحلة دي مش ممكن يرجع شاب صغير تاني فبقول الا ليتا الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب يعني يريت ان الشباب بيرجع لتاني فشوف الكبر ده عمل فيه ايه وهو اختار ليتا لانه عارف ومتأكد ان مش ممكن يعود تاني يبقى افعال الرجاء تدل على شيء ممكن يحدث لكن التمني شيئا لا يمكن حدوثه دي تقودها من ناحية البلغية طيب افعال الشروع بقى زي ما اخدناها عندنا شرع انشأ اخذ بدأ طفق هذه زي ما قلنا افعال الشروع تدل على ان الخبر الذي يأتي في الجملة قد بدأ بالفعل يعني الفعل حدث بالفعل يعني ما اقول شرع المعلم يشرح الدرس الشرح بدأ بالفعل لكن غير هناك قرب يبقى لسه خلاص قرب لكن لسه ما بدأ لكن هنا شرع انشأ اخذ بدأ هب طفق الفعل او الخبر اللي عند في الجملة الفعلية خبر الافعال دي بدأ يحدث بالفعل تمام وكلها خبره زي ما قلنا جملة الفعلية فعلها مضارع طيب ملحوظة مهمة جدا اضر ما في هذه الملحوظة تعمل كاد واخواتها عمل كان الناسخة شريطة بشرط يعني ان يكون خبرها جملة فعلية زي ما قلنا كان هناك فكان اخواتها ليس جملة فعلية فقط بل مفرد وجملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة ظرف وجر مجرور او مضاف الاتنين لكن هنا جملة فعلية فعلها مضارع ما ينفعش ماضي وما ينفعش امر وهذا الفعل او هذه الجملة الفعلية يشتمل خبر على ضمير يربط الخبر بالاسم زي ما حنشوف هذا المثال او الامثلة اللي احنا كتبناها اي مثال من احنا كتبناها شوية او احنا المثال ده كتبناها من شوية لو قلنا انشاء الرجل يبدأ عمله احنا قلنا شريطة تعمل عمل ده كلمة نسيخ او نقصة حتفهمك اشياء كتر اوي مثل اي بقى لشان هنفهمها انظر مع في هذا المثال يبدأ عمله احنا قلنا لازم يكون الخبر جملة فعلية اتنين هذه الجملة الفعلية فعلوها مضاورة عليس ماضي وليس امر يبقى انظر الشرط ما يكون شخبر مفرد ما يكون شخبر جملة اسمية ما يكون شخبر جملة ظرف ولا مضاف الي ده يكون واحد بس من انواع التي اتت دول جملة فعلية طب والجملة الفعلية طب من عندي الفعل ماضي ومضارع امر لا يكون فعلها مضارع شفتي بقى الشروط طيب انشاء الرجل يبدأ اعمل طب ايه كمان الشرط الاخير انشاء الرجل يبدأ عمله فين الضمير اين الرابط ممكن يسألك ويقول لك استخرج خبر انشاء في هذه الجملة وبين الرابط تدور انت عن الرابط هتعرف كده انشاء فعل ما الرابط بيكون هنا في الجملة دي عشان من نرح بعيد طب نعرف ونطلع الرابط يبدأ فعل مضارع مرفوع على مت رفعه الضم يبدأ عمل مفعول به منصوب انا فوضت حتى عشان انت تعرفها وما تنساهاش عمل مفعول به منصوب عن النصب الفتح والهاء ضمير رابني في محل الجرام ونضب اليه اي ضمير يتصل بفعل مفعول به على طول ولا مفعول به تمام اين الرابط ده الرابط في المكان ده الفاعل الذي هو ضمير مستثل تقديره هو هو مين بقى عيد على ايه انظر هنا كده انشأ الرجل يبدأ هو لو قلت انشأت الفتاة تبدأ هي انشأ الرجال يبدأون هم انشأ ان الفتيات يبدأ هن انشأ الطالبان يبدأون او يبدأان هما يبقى الضمير ايها الطلاب الذي يكون في الجملة الفعلية اللي في الخبر لابد ان يطابق او ان يعود على اسم الفعل النسخ اللي عندي ده معنى الضمير الذي يعود على الاسم ويطابقه وطالما يعود عليه بقى يطابقه طيب نرجع لقعدتنا ثاني ونكمل اخر شيء وشيء مهم او هنا بقى احنا فهمنا نلخص صلفات في الجمل القصير دي وعلى اساس نبدأ اخر جزء في القادة عرفنا ان كاد اخواتها تنقسم الى افعال مقاربة ورجاء وشروع عرفنا ان خبر هذه الافعال لابد ان يأتي جملة فعالية فعلها مضارع عرفنا من دقيقة ان خبر هذه الافعال لابد ان يجتمل على رابط يربط الخبر بالاسم ده كلها عرفنا بالتفصيل وعرفنا الفرق بين الافعال كاد واخوتها نسمى كاد اخوتها وتقسم الفرق بينها وبين الافعال التامة متى يكون الفعل ناقص او متى يكون الفعل التام اخر جملة هنتكلم على دي خاصة بالخبر وهو اقتران جواب الشرط بالفاء ودنقطة موضع متحنت كتير او يعني اقتران جواب شرط بالفاء اولا ثم نشرحها يعني خبر هذه الافعال اللي احنا اتفقنا وفهمنا قوي انه جملة فعلية فعلها مضارة الفعل المضارة ده قد يقترن بالفاء يعني يقترن بالفاء او يقترن بأن ممكن ادخل الان ولا مش ممكن ولا جايز انا عندي ثلاث احتمالات يبقى هنا حالات اختران خبر كاد اوختها بأن فيه ثلاث احتمالات فيه ثلاث احتمالات نبص على الاحتمال الاول نقول اولا يقل الاقتران بأن مع كاد وقرب يقل يعني اه ممكن اه ممكن لا انظر كاد الجو يتحسن كاد الجو ان يتحسن سيان وأن هنا يا حضرات بتأثر على اعراب الفعل المضارع لانها انقبة ان الناصبة اللي بتنصب الفعل المضارع يعني المثال هنا هو كاد فعل ماضي ناسق يدل على ايه قرب وقوع الحدث ولازم اخذ بالك تكتب لي يدل على قرب وقوع الحدث الجو اسمها مرفوع علامة رفع الضمة يتحسن فعل مضارع اخذ بالك من دي عشان تفرق بين الاثنين يتحسنوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة والفعل ضمير ومصدر تقديره هو عاد على مين بقى على الجو اشوف الفاعل اللي هو عاد على مين ضربة اللي انا قلته من شوية طب انصر المثال الثاني كاد الجو يتحسن او المثال الثاني كاد الجو ان يتحسن الفرق بين دو بين دي يتحسن وان يتحسن من غير ان وبان كاد خلاص ارتناها فعل مضارع ناسق الجو اسمها مرفوع بالضمة ان اداة نصب يتحسن هنا يتحسن لكن هنا ان يتحسن يتحسن فعل مضارع منصوب بانواع علامة نصب الفتحة عرب عادي خالص والفعل ضمن مساطر ده 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 هو زي ده بالضبط اهو والربط ده اللي هو ده يعود على الجو زي ده بالضبط ملق الفرق با فيش اي فرق اطلاقا اقول والجملة الفعلية من اول هنا والجملة الفعلية يتحسن وهو الفعل و الفعل في محل نصب خبر كاد نفس الكلام بالضبط مطابق تماما والجملة الفعلية المقرونة من ان والفعل والفعل في محل نصب يعني اللي تغير اللي تغير سؤال بديل heads طالب اللي يتغير هنا بقى كاد الجو يتحسن كاد الجو أن يتحسن جي نقطة بلغية بقى يبقى منحس الأعراب كاد الجو يتحسن يتحسن فعلا مضرع مرفوع والجملة الفعالية خبر كاد منصوء في محل نصب ما فيه مشاكل طيب كاد الجو أن يتحسن جملة فعالية في محل نصب وهذا الرابط أهو طب الفرق بقى بلغيا أقول لك بقى أنت واثق أو أنت لست واثق من فهيئة الأرصاد الجو فيه حر وفي برد ومتقلب وقالوا لك أن الجو سيتحسن بدءا من يوم الخميس وجاء الخميس وما تحسنش يبقى تقول كاد الجو يتحسن بقى يعني خلاص أنت مش واثق لكن أنت واثق من هيئة الأرصاد الكلمة اللي تقولها لك خلاص ده كلام مصدق تقول كاد الجو أن يتحسن يبقى خلاص كلام مؤكد يبقى أن دي بتأكد المعنى ده حتة بلغية أو جزء بلاغي بقى لكن نحويا ما بتأصرش على أعرب الفعل المضارع لكن على كادة وإخوتها أو المعنى بقى ما فيش أي شيء خالص يبقى ده لحالة الأولى يقل إقتران أن احنا متكلم في حالات إقتران خبر كادة وإخوتها بإيه بأن الأولى يقل إقتران مع كادة وقرب طيب ثانيا بقى يقصر إقتران أن بعسى وأو شكى بتلاقيها كترة أو بنسبة 95 وزيادة كمان عسى ربنا أن يغفر لنا عسى ربنا أن يغفر لنا نجي نعرى المثال ده حنقول إيه بقى عشان نأكد على العمل أن عسى فعل ماضي يدل على إيه بقى على الرجاء طيب والمعنى خد بالك من المثال ده أنا قلت في الفرق بين الرجاء أفعل الرجاء وأفعل للتمني إن الرجاء بترجى شيء ممكن يحدث زي ما أنا قلت في المثال ده عسى ربنا أن يغفر لنا يبقى أنا أقول يعني بتمنى شيء ممكن حدوثه يعني ربنا واسع المغفرة ممكن يغفر لنا لكن لو قلت إيه بقى ليت ربنا أو ليت ربنا يغفر لنا تمشي؟ مشيش أبدا لأن معناها أن ربنا مش هيغفر لنا لما واحد يقول لك يبقى دعابة عساك ناجحا تقوله شكرا يعني بيتمنى لك النجاح بيتمنى لك شيء ممكن يغفر لنا يقول لك ليتك ناجحا تقول لك شكرا دع كده بيقول لك أنت لن تنجح يعني بيقول لك شيء مستحيل الحدوث أن مصدرية أو أن ناصب الفعل مضارة يغفر فعل مضارة منصوب بأن لا نجر ومجرور والجملة الفعلية كلها في محل ناصب خبر عسا طب ما الفن الرابط في الجملة دي بقى بعد الفعل عاطلها هتلاقي الفعل يغفر عسى ربنا أن يغفر هو لنا يغفر هو لنا عادة الضمير عادة على لفظ الجيلة الله سبحانه وتعالى طيب ثالثا الحالة الثالثة بقى يبقى مع أفعال أخلولقة حاضر ما نقول أخلولقة الحق أن ينتصر حريا الحق أن ينتصر أو حريا الحق أن ينتصر ما ينفعش أقول أخلولقة الحق أن ينتصر يبقى الجملة غلط يبقى في النقطة دي الاقتران جواب أو اقتران خبر الأفعال دي بأن ممكن يقولك يبقى لك مثال ويقولك صوب الخطأ في هذه الجمل جملة زي لو لقى واجبة اقتران بأن وهو يشلك أن تقول له ده الخطأ هنا بقى العكس بقى في الحالة الأخيرة يمتنع اقتران أن بخبر كاد أخواتها مع أفعال الشروع يعني ما ينفعش أقول طبعا أنا أفعال الشروع أنت حفظها بقى ما ينفعش أقول بدأ الطالب أن يزاكر ما ينفعش أقول شرعه الطالب أن يزاكر ما ينفعش أقول طافق المعلم يشرح أو أن يشرح بدء المعلم يشرح شرع المعلم يشرح هنا يمتنع اقتران أن أو دخول أن على خبر أفعال الشروع وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وهو موضوع أفعال الرجاء والمقاربة والشروع ونلخصه سريعا في عدة سطور بسيطة ونرجع معنا أفعال الرجاء والمقاربة والشروع اللي كلنا ممكن نجملها مع بعض في كادة واخوتها وانت عارفها بالتفصيل لما أقولك كادة واخوتها تأسمها لي رجاء مقاربة شروع وعرفت رجاء اهية وشروع اهية ومقاربة اهية تعمل عمل كان أن نعقصه ما نفعش أقول كان واسكت لأن عندي كانت أمة ونقصه وانت درسون بالتفصيل لو مش درسون كنا نقول كان ونسكت لكن أنا ممكن لو أنا وضع سؤال أقول لك تعمل كادة واخوتها عمل كان واسكت صوب أو صوب أو خطأ لو قلتني صح أقول لك غلط ليه لأن كادة واخوتها تعمل كان أو عمل كان أن نقصه طب يعني أن نقصه من تفاهم يعني نقصه واخدناها في الدرس كامل وهي التي تحتاج لا تكتفي بفاعلها المرفوع أو بإسمها المرفوع وانما تحتاج أنظر إلى خبر مثل خبر كادة واخوتها الذي معنا تختلف كادة واخوتها عن كانة واخوتها طب طالب ذاكي قوي سألني السؤال ده قال لي طب ليه مش درسنا طالما بتعمل عملها ليه مش درسناهم لاتنين مع بعض ما قلناش من أخوات كانة وأصبحوا أمسة إلى آخر أخوات كانة وزودنا كادة وطافقة وشرعة وبدأة وعسى والكلام ده كله نقول له لأن فيه فرق جوهري وهو اختلاف معنا كان عن كادة اتنين أو الشرط الثاني أن خبر كان واخوتها قد يأتي مفرد يكون منصوبا قد يأتي جملة اسمية أو فعلية أو قد يأتي شيء في جملة وقد أو وفي كادة أختها لا يأتي خبرها إلا في حالة واحدة بس وهو جملة فعلية وفعلها مضارع شرط دي كمان أو فرق كمان من فرق بن كادة أو كان أن خبر كادة الذي هو عبارة عن جملة فعالية والذي هو عبارة عن فعل مضارع له حالات من اقتران جوابه اللي هو الخبر يعني بإيه بأن هذا ليس موجودا مع إيه معك هنا ونعطي أمثلة للإعراب يعني ما نقول نطبق بقى على الأمثلة دي نقول إيه بقى لو لقى الحق أن ينتصر أنا جبت مثال نطبق عليه كل قاعدة كادة أخواتح أولاً ما معنى هذا المثال زي ما احنا خدناه من من أفعال كادة أخواته طيب مثال تاني كادة الجو يتحسن هكتب مثال صحيح ومثال خطأ عسى الجو أن يتحسن ليت الجو يتحسن انظر معي إلى هذه الأمثلة أنا قلت فيها المتعمد أكتب شيء خطأ عشان أنت تصووم وتنسوش أبداً التعليم عن طريق الخطأ ده بيأكد المعلومة طيب هنعرف الأول في المثال ده أنت في الامتحان وأطلب إليك أن تعرف هذا المثال أعراباً تاماً كاملاً إخلاء و لقى فعل ماضي مبني على الفتح الحق اسمها مرفوع على مترافعه الضم أداية نصف الفعل المضارع أنه لأنه كيف حتى ولم تعليل ينتصر فعل مضارع منصوب بعد أنه على متنصب الفتح تتعرف أعراب جزئي تفصيلي ثم أعراب عام شامي طيب خلاص كده الجملة انتهي ده الطالب العادي لكن طالب المميز بقى يقول طب ما أنا عندي قلت اسم دي اسم إخلاء و لقى يبقى باقي خبرها يبقى قول طب ما أنا عربت دي فعل مضارع منصوب و نقص حدين والفاعل ضمنه بساطر تقديره هو هو دي الرابط الذي يعود على اسم إخلاء و لقى اللي عندي أو اسم أي أخو من أخوات كده وأن ينتصر دي جملة فعلية كلها جملة فعلية فعلها مضارع خبر إخلاء و لقى خبر إخلاء و لقى يبقى اسمها اسم إخلاء و لقى أن ينتصر جملة فعلية في محل نصب الخبر و ما تنساش كلمة في محل والرابط كلمة هو اللي هو الفعل اللي هو ضمن المستر الذي يعود على من أو على ماذا يعود على الحق طيب المثال الثاني كاد الجو يتحسن طيب كاد الجو يتحسن أو كاد الجو أن يتحسن صور طيب في الماء خلاص ده الاسم و ده الخبر جملة فعلية فعل مضارع إذا ما نفهمنا خلاص و الفعل ضمن المسترد التقدر هو عائد على دي على الاسم و دي فعل جملة فعلية في محل نصب دي خلاص عسى الجو أن يتحسن في أمل يتحسن ولا ما فيش في أمل لكن هيئة الاسم قلت لأنه خلاص هيتحسن و في أمل خلاص لكن لايتة الجو يتحسن يبقى دي في المحسن معنا خطأ لأن لايتة بتدل على إيه عدم حدوث الفعل أنا حبيت أقول لك من ناحية البلغية الفرق بين عسى ولايتة يبقى عسى تدل على الرجاء اللي ممكن يحصل لكن لايتة بدل على التمني الذي لا يحدث لذلك في الختام أقول عسى أن تكون أو عسى الطلاب أن يفهموا شوف أنا قلت حقا أقول لك تكون فعل ماضي عسى الطلاب أن يفهموا وأن يطبقوا ما يقولناه في هذه الحلقة بهذا نقول قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نشكر لكم وفي الختام أقول بالعلم تحس فقار النبوة فالله قال ليحيا خذ الكتاب بقوة بقوات أبنانا تأخذون الكتاب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته